وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراعي في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعوضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظرية عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية وذلك من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظمة الصحة العالمية ورئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومسؤولي منظمة الصحة العالمية والمجموعة الوزارية المختصة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنوى لمتابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية وقد وجه السيد الرئيس بالإسراء في خطوات امتلاك القدرة التصناعية للأطراف والأجهزة التعوضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني مع الأغذي في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزا إقليميا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية في مصر وذلك وفقا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية وبالتعاون مع الخبرات العالمية وما لديها من علم وخبرة وقدرات بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وذلك للاستفادة من إمكانات المنظمة في تدريب وتأهيل القوى البشرية المشاركة في المشروع تمهيدا للحصول على الاعتماد الدولي فضلا عن التعاون مع الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظم وذلك من خلال عدة محاورة رئيسية تتمثل في القوى البشرية والمنظومة الصحية ومصانع تجميع وموأمة الأطراف الصناعية ومصانع الإنتاج والبحوث الفنية والميكنة ونظم المعلومات والرقمنة الصحية كما تم في هذا الإطار عرض تفاصيل الزيارة الحالية للوفد الفني من كل من منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظم إلى مصر بهدف تفعيل التعاون في هذا الصدد حيث اطلع الوفد على الإمكانات المتواجدة فعليا في مصر في هذا القطاع إلى جانب المركز المصرية المتخصصة وكذلك المستشفيات وهيئات الرعاية الصحية خاصة مجمع الرعاية الصحية بالإسماعيلية الذي تم تطويره على أحدث النظم العالمية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري تعميمها على كافة محافظات الجمهورية وذلك بهدف الوصول إلى المستوى المأمول على صعيد التأمين الطبي لذوي الإعاقة الحركية كما اطلع السيد الرئيس على زيارة الوفد الفني الميدانية إلى مركز التأهيل بالعجوزة التابعي للقوات المسلحة والذي يقدم خدمة تأهيلية متميزة لذوي الإعاقة الحركية فضلا عن مصنع الأطراف الصناعية التابعي للمركز الذي يقوم بتجميع ومؤامة الأطراف الصناعية وفق أحدث النظم العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية وقد أشهد أعضاء الوفد بالإمكانات المتاحة حاليا في مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية سواء من حيث التصنيع والتجميع وخدمة مؤامة الأطراف للمرضى بما يفتح الأفاقة لإنشاء المجمع الصناعي الجديد